السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نزيكا جميعا عملين ايه؟ بصوا انا بتأخر على بقى ما نزل الفيديو بس متقلووش يعني ان شاء الله هنخلص برضو قبل كلية انا بقى اكتلكو على كده جدا يعني وانا حريص على كده يعني متقلووش انا بيكون هدفي جدا ان انا كون مذاكر الكلام اللي هقوله كويس وفهم كل حتة فيه عشان مجيش في حتة اقولك بص وحفظها زي ما هي كده ولما بدور كتير وبعد اذكر كتير واتفرج على فيديوهات لناس كتير بتأكد ان الحتة دي خلاص قردي ملهاش شرح ومش مفهوم علميا بقول بكل ثقة الحمدلله يعني ان انا ايه الحتة دي تمام يعني خلاص ما فيهاش تفسير ويعرفوها زي ما هي كده لان دي فايندينج وهم لقوها كده بس يعني لو في اي حد حاسس ان فيه كلام مش منطقي بالنسبة له او تقالت مثلا من شخص اخر غيري بطريقة تانية انا عنديش ايه مشكلة انك تيجي تقولي واشوف يمكن انا اكون غلط في حاجة او كده عنديش مشكلة قالص ان يكون في حد مش فاهم حاجة معينة مني ويجي تسألني وعنديش مشكلة انك تحل مثلا وتيجي تسألني انا عارف ان فيه ناس لغايد دلوقتي لسه ما وصلتش تقريبا للموتور ما بدأتش فيه يعني بس يعني نظر انك بتفرج على الفيديو ده دلوقتي فانت وصلت معي في الفيديو ده فاقول لهم يشدوا حلوم عشان مش باقي كتير قوي يعني في الشابتر واللي باقي الحقيقة مهم برضو يعني الفيديو ده مهم جدا وبيتسئل فيه كتير قوي يعني بس الكلام سهل والله وخلاص كل الكلام بقى معتمد على التراكتس والموتور ارياس اللي عادنا نقول عليها وكده اوكي تعالين نبدأ منفروض ده دي اللي كنت كلها الفيديو اللي فات بس هو طول شوية فنقلت اسيبها للافيديو ده المحكة دي بتكلم عن ايه При54 كنت نفسها كم كم نقول فيه حاجات فاسيليتاتوري وحاجات انهيبيتوري عليها هي نفس الحاجات الفاسيليتاتوري بدون هايبيتوري علي الستريتش اريفليكس ونفس الحاجات انهيبيتوري ليه بيكون معها هايبرتونيا لأن بنلاقي أن الفاسيليتاتري بيكون أكتر من الانهيباتري بسبب الانترينسك اكتيفتي الموجودة في الريتيكولار فورميشن الفاسيليتاتري والفاسيليتاتري دي بونتين يعني ميديل وكننا بنقول ميديل نوت ميدالري لكن الانهيباتري هي ميدالري طيب مع الأبرموتوب نيورون ديجن ده بيكون فيها هايبرتونيا أو حاجة اسمها سباستيستي قولنا سباستيستي يعني أن الراجل عنده الستريتش رفليكس بس هنا مش الستريتش رفليكس بقى يعني هنا من الكامعة عن التون نفسها تون العضلات بص انت لما تيجي حد انت سايب ايدك كده عادي خالص وحد بيجي يعمل لك كده انت بيكون في تون في العضلات بتقاوم شوية الناس اللي عندها فلاسد باراليسس فلاسد باراليسس يعني عندها لور موتور نيورون ليجن الناس دي بتكون ايدها سايبة خالص كده قلتلك تشخيص الوفاة مش بيكون تشخيص اساسي بس بيكون فيها هايبوتونيا الناس اللي متوفية عندها هايبوتونيا يعني زي الافلان بقى يرفع ايدو كده يروح منزلها تاني ايه ده مات تمام؟ فالسباستيستي عبارة عن ان التون عالية جدا عندك تمام؟ بسبب ابر موتور ديورو ليجن والفاسلتاتوري بياخد الابر هاند طيب عاوزين نعرف ايه هنا؟ عاوزين نعرف اللسباستيستي دي بيسموها يعني ايه كلاسب نايف رفليكس؟ يعني انت قاعد بتشد الراجل عامل تنشان جامد كده عامل كنتركشن عنيف لانه عنده الستريتش رفليكس عنيف وعنده كنتركشن عنيف التون دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن بارشال كنتينووس كنتركشن أوف سكيلت الموصل ايهن دورين جريست فهو عامل كنتركشن عنيف او انت بتحاول تفرد ايدو كده مش عارف تفرد ايدو مش عارف في الاخر روح مفروض فجأة كده فبنسميها كلاسب نايف رفليكس يعني عبارة عن ان المطوى جات تتفتح كده يعني انت تفتحها 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 اي حد بيفتح مطوى يفدل يفتحها بصعوبة في الاخر تتنتر كده في وشه اوكي؟ فهو جات من الاسم ده وهو ده اللي سباستيستي عاوزين نعرف عنها ايه؟ نعرف عنها بس انها تكون موجودة في الابر موتور نيورون ليجين اوكي؟ بيكون موجودة جداً منشوفها قوي في الانتي جرافتي مصولز منطقة جداً لان الانتي جرافتي مصولز هي ايه؟ ايه اكتر مصولز محتاجة تون ليه؟ عشان انت متقعش لازم المصولز تكون عاملة دايماً كنتركشن لان الجرافتي دايماً بتشده لتحته هذا عباره عن الستريتش ريفليكس اوكي وقتلك فيه استاتيك استريتش ريفليكس وديناميك استريتش ريفليكس مين احسن او مين اهن فيهم الستاتيك طبعاً وعشان كده الستاتيك بيروح له ايه؟ بيروح له اتنين افرنس اللي هو اي وان ولا سور اللي هو وان اي وطو تمام؟ تمام طيب ايه الكولونس بقى؟ الكولونس هو جزء من الاسباستيستي منشوفه عند الناس اللي عندها ابر موتور نيورون ليجين بس منشوفه بطريقة مختلفة نعتبر ان دي رجلي وده الفوت بتاع الرجل ده قدم الرجل فانا لو انا عملت دورسيفليكشن ا фотوالا ده دورسة بتاع الرجل فانا دورسيفليكشن للعيان وبتقدلت سستيند دورسيفليكشن سستيند دورسيفليكشن انا كده عامل ايه عامل كنتريكشن في العضلة او اكيدني بقى انديوس مستريكشوف فانا لما بقى انديوس مالفروض ان الراجل يفضل يعمل كنتريكشن عند درسي فليكشن انا اهو اعمل كده كتير افضل داز 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 كتير واسيب اول ما سيب هلأ الراجل بعمل كده 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 دايما بعمل كده بنسميها سايكلز من الريلاكسيشن عند ايه منسميها كلونوس في واحد نزل مستشفى نيورو واحد زمل نان نزل مستشفى نيورو وكم في عيان عنده ايه ابرد موتور نيورو ليجن وبيجربوا عليه موضوع الكلونوس ده عمل كده عادوا يعملول كده ساستيند دورسي فليكشن فدما عمل كده فضل الراجل يعمل كده جامد 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 لحد ما ايه شاط يعني رجله شاطت وش الواد وايه كسر النظار دم جد والله فالناس دي بتكون الكلونوس عنده واضح جدا ولما تخش سنة رابعة ان شاء الله اللي خمسة لما تاخد بطن نيورو يعني هيخلكوا تنتحنوا على العيان تشوفوا عنده موضوع الكلونوس ده يبقى انا عاوز اكتعرف في ايه عاوز اكتعرف انها راجل يفضل يعمل كده 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 راجل يفضل يعمل كده 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 هناك السباسي في الم sle expressed اخر حاجه هي ضيق مريضي فيه فرق بين lutن والرجيدي الكلمه في العربي هتراه هي ضيق لفضل يعني ضريف راجل يعمل كده 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 كماد واركب يعني ضيق كده 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 بdern بس ا 너 الفرق بينهم ان السباسي تكون ضيق وله بس عندما افضل استفالد اشد كده انه البريق الشرط doing it خسل بيش به دايماً يده نشفة جداً وبنسميها ليد ليد بايب لكنها مصورة مصورة من الليد ليد بايب المواسير مصورة من الرصاص ليد بايب أو كوجويل كوجويل يعني حاجة نشفة جداً وحاجة صلبة جداً مستحيل تيجي معاك الناس دول لا بيكونش عندها أبر موتور نيورين ليجين بيكون عندها بيزل جانجليا ليجين لما نيجي للليجين هاشترح لحتة دي والتفصيل وفي مقارنة بين سباستيستي والريجيدي بتقارن بين بينهم الليجين وشكله وكده لما نخلص البيزل جانجليا ليجين ان شاء الله هنقول المقارنة دي والمقارنة مهمة وبتيجي في الامتحان المهمة تعرف ان الاسباستيستي أبر موتور نيورو ليجين لديك الريجيدي بيزل جانجليا ليجين الاسباستيستي ممكن ييجي معاك في الاخر بس هيجي كلاسب نايف رفلكس زي المطول اللي ما بتتفتح وبيكون مع الاسباستيستي كلونوس لكن الريجيدي مستحيل ليجي معاك خالص وبتكون مع البيزل جانجليا ليجين طيب عندي حاجتين الحاجتين دول نظري جدا ومستحيل يجو في الامتحان نظري يعني كلام سهيراتي كلاوي ومستحيل يجو في الامتحان الناس كده بتجرب عليهم واقولهم لك عشان تكون فاهموا خلاص حاجتين طريقةamo وذي Protocol يعني قلبي مش موجود 디CV يعني اللي مش موجود هو الكورتيقس زائد الميتبريك لا يبقوش موجودة قطعناهم خلاص يبقى قطعنا الكورتي belts وميتبريك قطعنا من تحتهم كده تدي الكورتيكس تCommit Blan تعتديه قطع طريقة بقى бокورتيكس والميتبريك هذا u구� установ this был. طيب الدي كورتيكيشن هو الكورتيكس بس قطعنا الكورتيكس بس تمام؟ تمام إيه اللي حصل بقى وإيه الفرق يعني كورتيكس عند ميت برين في حتة تهميني جدا في الميت برين اسمها إنت مفروض تقول الروبرو سباينال تراكت مهم جدا مهم جدا لأن الروبرو سباينال تراكت كان عبارة عن انهيباتوري لإيه؟ للتون أو انهيباتوري للستريتش ريفليكس فلما نقطع ماذا يحدث؟ يزيد جدا 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 والناس تكون عندها قيشة عنيف قوي قوي there you go هذه الناس متخشبة في المتخشبة Wirания والنحيتين الإستنيسورز هما اللي عنيفين قوي الإستنيسورز هما اللي عنيفين قوي هم اللي عنيفين زائد يعني الراجل اللي عنده دي سيربريشن اللي هو كورتكس زائد مقاطعين هتلاقي ايده عامل اكستنشن عنيف والكورتكس عامل اعزي سوري اللوار لنب عامل برضو اكستنشن عنيف طيب قد دي كورتكشن لا اطعط الكورتكس فمين لسه موجود الروبروس باينل تريكت لسه موجود والروبروس باينل تريكت كان عبارة عن انهيبيتوري للتون بس في نفس الوقت ما تنساش ان الروبرو الروبرو نيوكيلاس كانت عاملة اكتيفاشن للفلكسورز اف ابر لمب اف اكستنسورز اف لور لمب فهنا نلاقي الراجل متخشب اكستنسورز في اللور لمب وفلكسورز في الابر لمب ليه لانها بتعمل اكتيفاشن ديهم فقلتلك حاجة مهمة جدا للناس اللي عندها ابر موت ونيورو ليجين يعطعين الكورتكس بتلاقيهم عاملين كده هل أحفظون بالنسبة ناحية الفلكسورز ولكن المجون Transportation لما نحفظون بالنسبة لان نحفظون اكستنسورز ن deliveries فالروبرو سباينيل هذهه جدا للعب اكسنسورز في القبر واللور بهذا السبب ايه؟ بسبب انه الروبرو سباينيل كانت انهيبيتوري على التون فلما اقطعت التون بقت اكتيفيتية جدا 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 غدر مقرز التون Love المفروض بالمنطقة انه ستكون اكتنسور في الابر لان الميبريم كانت بتعمل اللي هو الروبروس باينل كان بتعمل ابوسباع الت 270 اقطعت Aunque الس��안ةام فى أعتب ket jaw إكستنسور江 ده مقرز التون لامي أما تكتنسورagu alt لم مش متفسر قوي بس قال لك نتيجة ان التون زيادة جدا جدا فاكيد التون هتكون زيادة في مين في الاكسنسورز لان الاكسنسورز هم الانتيجرافتي موسلز والحيطة دي منطقية شوية يعني بالوقت مين الانتيجرافتي موسلز هم الاكسنسورز بتوع رجلك انت وانت واقف رجلك مفروضة الاكسنسورز اوكي فالانهباتوري على التون ما بقتش موجودة فالتون بقت فاسيليتاتي طبعا فاسيليتاتي في مين في الاكسنسورز ولا في لانها المهم في الكورتيج وأطعها المد برين weil �никиp�이 كانت المد برين إنهببيتر على التون youngsters كانت على المد برين انتمر المد تكلموا في القطة uh... يينه الممجموب فقوم ودي تعمل للطور اول إذا إذا اننا القدرير أولاً، يكون عندنا الأول ganar قدارنا الرئيسية والأول têmزل mee وسيقومون بشكلefrat لأنها وعندماً محاجاز كؤومن 2 sent fat التي تقومونونون اكثر مقالبée ليسرتـarse عدة تشكلفات 아니라 قد يليس القادم إلي ال stall الضعنlike قد أزين مدا لكن بممكن يقول لك عرف اللظفWillis بعد الأبرموتر نيورون ليجنبسيك بسبب الفلنجيisme العنيف بممكن يقول لك عرف الكويل شكرا كويل أو لut بايب بعد البيضية ومستحيل نخرك ايد الراجل ده وبتيجي بعد بيزا الجانجلي جان ني مهم قوي تب الكلونس لأ ما بتجيش في الامتحان خالص لكن ممكن يسألك عليها في العملي تمام نسمي الله كده ونبدأ في ايه في البيزا الجانجلي موضوع كبير في الكتاب عاوزك تعرف الكلام اللي أنا بقوله بس اللي هيرضي عليك كلام كتير قوي وبيتوي في بعضه كده اف أنا مش هنقق كلام ومش هفكس لكلام وان حاج بس هقوله بطريقة منظمة شوية وهربط لك الكلام بعضه يعني الكتاب يقول لك في حتة كده البيزا الجانجلي بتعمل كذا طب ليه انت مش فاكر بس رح ما هنكون قولناها مثلا قبل كده فأنا هربط لك بقى الكلام بعضه فهركز معي الله يردع لك تمام اول حاجة الدفينيشا متاع البيزا الجانجليا هو عبارة عن جري ماتر نيوكليو اي نيوكليوس في السي ان اس او في النيرف السيستم بشكل عام عبارة عن جري ماتر لان الويات ماتر ده عبارة عن أجزون شوف سهله ازاي طب ليه اسمها بيزا الجانجليا بيزا يعني قاعدية جاي من كلمة البيز وليه اسمها جانجليا وقلنا الجانجليا عبارة عن ايه عبارة عن كليكشن off cell bodies outside ايه outside cness صحة كده ايه هنا اسمها ايه اسمها جانجليا ففي الدفينيشن بيقولك جري متر نيوكلياي under the hemisphere of the cortex يعني عندنا cortex of hemisphere يمين و cortex of hemisphere شمال فتحت كل واحدة فيهم في بيزا الجانجليا يمين وفي بيزا الجانجليا شمال اوكي بتعمل ايه بقى او وظفتها ايه يعني في الحياة وظفتها انها ترجوليت التون بتاعت جسم مسياتك وهنقول ازاي ووظفتها انها تشارك في البلاننج بتاع الاكشنز وهنقول ازاي طيب هل مسمى جانجليا صح غلط لانها لا تخرج عن ال CNS لان ال CNS عبارة عن brain the spinal cord وهي اصلا مش بتبعت كمان لل spinal cord هي بتروح تبعت ال brain stem والbrain stem يروح يبعت لل spinal cord فهي المفروض تكون يوكلياي مش جانجليا لانها collection of CNS او cell body sorry inside the CNS الاسم خاطئ اوكي تاني حاجة ال structure بتتكون من ايه البيزا الجانجليا نكتبهم عشان انا بنساهم والله بنسا مين تبع اي يعني انا مش عاوزك تحفظهم خالص ده كلام اصلا اناتومي انا عاوزك تعرف ال function بتاعت كل واحد فيه تمام طيب اول حاجة عندي حاجة اسمها corpus stratum corpus يعني جسم وستراتم يعني حاجة مخططة استفدت حاجة ولا ايه بتنجان طيب عندي corpus stratum في منه codate وفي منه lintiform الكودات لا يكتب عنه شيء وهو اسمه كودات وخلاص ولنتiform مقسم من لحقتين حاجة اسمها بيوتامين وحاجة اسمها globus balidas فمن اول هنا انت تنسى كلمة lintiform اصلا وبعدين تركز ان انا عندي بيوتامين و globus balidas اوكي لان الكتاب بعد كمش هيجيب لك سيرة lintiform ليه لان البيوتامين بتعمل حاجة و globus balidas بتعمل حاجة فlintiform بتاسم لي حاجتين وكل حاجة فيهم ليهم وظيفة مختلفة corpus stratum رقم واحد بتاسم لحاجتين codate والlintiform والlintiform بتاسم لحاجتين بيوتامين و globus balidas خلاص حفظوا 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 لغاية دلوقتي ما فيش اي فهم بعد كده السبستانشانيجرا السبستانشانيجرا يعني ده رقم واحد اهو حتى انت الالوان هتفرق اهو ده رقم واحد وده رقم اثنين السبستانشانيجرا فيها حاجتين حاجة اسمها سبستانشانيجرا reticulata وحاجة reticular عارف reticular على شبكة وحاجة اسمها سبستانشانيجرا compacta compacta يعني دنس حاجة compact يعني حاجة دنس عارف compact bone اللي هو hard bone تمام فcompacta بس كل حاجة اللي هو وظيف reticular بتطلع جابا والجابا is always inhibitory ولازم تحطها في دماغك وقال compacta بتطلع دوبامين وده اساس حوار فظيع عندنا يعني دلوقتي تمام يوقت عاني بسرعة كده بكل بساطة البيزل جنجل بتتكون من حاجتين كوربستراتم بتقسم لها كودات ولانتيفور ولانتيفور بتقسم لها بيوتا من وجلوباس باللدس وكل واحد فيه موظيفة وثاني حاجة غير الكوربستراتم ثاني حاجة السبستانشانيجرا في منها سبستانشانيجرا ايتيكولاتا بتطلع جابا والسبستانشانيجرا كومباكتا بتطلع دوبامين خلاص انسى الصبورة دي خالص هنتكلم عنها بالتفصيل كمان شو طيب الكنيكشنز بتاعت البيزا الجنجليا البيزا الجنجليا بتعمل ايه في حياتها عشان تقرف هي بتعمل ايه في حياتها لازم تقرف هي متوصلة بمين اول حاجة متوصلة بالكورتيكس دي المفروض اسمها كورتيكال كورتيكال يعني متوصلة بالكورتيكس بتبعت اشارات الكورتيكس بتقوله خفف التون بتاعتك شوية او خفف الاكشن اللي انت عاوز تعمله شوية لو تفتكره ازاي بناخد فولانتري اكشن كنا بنقول البيزا الجنجليا بتشارك في القرار عاوز اقولك ان البيزا الجنجليا كمان جزء من الليمبك سيستم ولو تفتكر الليمبك سيستم ده اللي كان متوصلة على البيهيفير اللي هو هل الوقت مناسب دلوقتي ان انا اعمل الحاجة دي ولا لا لو تفتكر المثال اللي انت تقولهولك لقابلت حاجة جميلة في الشارع فالاول الليمبك سيستم يقولك هل ينفع تروح تقدم على الحاجة الجميلة دي ولا لا عيب يا ولد خليك بعيد ده الكونيكشن بتاع الكورتيكال بتروح دايما تكون انهيبيتوري على الاكتيفيتي بتاعة الكورتيكس أو انهيبيتوري على الكورتيكس وبتشارك فيه البلانينج رقب اثنين فيه كونيكشن بين النيوكلياي وبعضها يعني اللي احنا كنا لسه بنقوله دلوقتي اللي هو البيوتامين والجلوبس باليداس وسبسانشا نيجرا ريتيكليات وكمباكتا وفيه فوق كربسترياتا موكوديت الكلام ده كله فيه كونيكشن مع بعض بيأثروا على بعض ومعبارة عن بلانس فيه ناس اجزايتاتوري وفيه ناس انهيبيتوري ونشوف منها يكسب حرفيا ثالث حاجة الكنيكشن معايا على البرين ستم ازاي بيكنكت مع البرين ستم لو حضرتك تفكر في الستريتش ريفليكس كنت أقولك من فسليتاتوري من انهيبيتوري كانت الكوديت فسليتاتوري واللينتي فورم انهيبيتوري ودلوقتي ينفعش اللي ليه انترينسيك اكتيبيتي ورتيكول الفورميشن اللي هو الميديلري الانهيبيتوري اللي مالوش انترينسيك اكتيبيتي فاللو تفتكر كنت بقولك ان البيزا الجانجليا واريا 4 و 6 والكلام ده كله مش بيروح بنفسه على السبين الكورد بيبعت الريتيكول الفورميشن ورتيكول بتنزل على السبين الكورد فحاجة اسمها رتيكيل سباينال تراكت بس سباينال تراكت نص ميديل نط ميدالري وده كان الفاسيليتاتري كوديت والنص الثاني ميدالري انهيبيتوري بس ملوش انترينس اكتيفتي مين بيكونكت معها الانتفورم والان تعالى نعرف ازاي بيزل جانجليا بتعمل وظيفتها مع الكورتكس كنا نقول انها بتشارك في البلاننج وبتشارك في الانهيباشن على الكورتكس هنتكلم بالوقتي عن موضوع الانهيباشن وكمان شوان نتكلم عن موضوع الانهيباشن على الكورتكس حاجة اسمها كوديت سيركت وحاجة اسمها بيوتامين سيركت الكوديت كان كوديت تبع كوربس استرياتم والبيوتامين كان جزء من اللينتيفورم اللينتيفورم جزء من الكوربس استرياتم يعني ايه السيركت دي بتمشي ازاي في اشارات بتروح من الكورتكس للكوديت والكوديت بيبعت للجولوباس باليداس والجولوباس باليداس ده كان جزء من مين من اللينتيفورم اللي هي جزء من الكوربس استرياتم ثم الثالامس يبعت للكورتكس خلاص؟ موجود عندي في كتاب في شكل براجراف فاعرف الرسم كده وخلاص كورتكس كوديت جلوباس باليداس طبع عندي سيركت تانية اسمها بيوتامين سيركت كورتكس بيوتامين جلوباس باليداس سيركت فاللي بيبعت للكوديت اجزاء في الكورتكس مسؤولة عن national planning of the movement نين المسؤولة عن the planning of the movement المسؤولة عن the planning of the movement أولا حاجة اسمها motor association area احنا مخلق ذلك ما هو motor association اي حاجة عندي فلكورتكس مش عارف بزرد ، ه termestab احنا في ترجمة الترجمة في حاجة اسمها sensory association area اللي هي الرياء خمسة وسبعة اللي هي بتاعت السيريوبنوزيس خد بالك ان السيريوبنوزيس كان عبارة عن انك تتعرف على الشيء وتقول اسمه مش جس تتحسه فهم يعني انت كنت تبديك مفتاح فيه ده كنت مغمض فتقول ده اسمه مفتاح مش تعد توصفهولي وتقول لي ده حاجة مشارشارة ومدورة وطويلة تقول اسمه عمل كده ازاي انا معرفش حاجة اسمها سينسوري اسوسيشن اري يعني ايه اسوسيشن يعني بياخد نيربات او بياخد كونيكشنز من حاجات كتير حواليه بيبدأ اتعرف ديه على اسم الحاجة دي كذلك بالضبط الموتور اسوسيشن اريا هو الموتور اسوسيشن اريا ده حاجة بتبدأ مش عارفين بتبدأ ازاي اللي هي مين البريف رونتال كورتكس اللي هو بيتخذ القرار قلت لك تفرج على الحلقة الدحيح شوف ازاي بنتخذ القرار مش فاكر اسم الحلقة ايه بس تفرج عليه البريف رونتال كورتكس هو اللي بيبدأ الامبلس او بيبدأ السيجنل كيف هبدأ البريف رونتال كورتكس ما نعرفش البريف رونتال كورتكس راح للكوديت والكوديت راح للجولوباس بالدس والجولوباس بالدس راح للثالمس ثم الثالمس راح للكورتكس بس مين بقى في الكورتكس مش هرجع فاني للبريف رونتال كورتكس خلاص البريف رونتال كورتكس ادى القرار انا برجع لمين برجع لحاجات تساعدني في البريف رونتال كورتكس وعندما تفتكر بريموتور أريا دي كاللاترال والميديا لها البي كنا بنقول بريموتور أريا لاترال لكن بريموتور أريا ميديا ده مهم الكلام ده مهم الكلام ده جدا طيب وظيفة الكوديت سيركت ايه بلانينج اوف دا موفمينت بس في الديسيشنز اللي محتاجها حاجة سريعة لازم تحصل دلوقتي زي مثلا حد بيجي لوراك فانت لازم تتخذ القرار انك تجري هل الكوديت سيركت نفذت الجري؟ لا مين اللي بنفس البياري موتور أريا اللي هي أريا 4 حالة قبت سيرك أريا 4 هنا؟ لا دي وظيفة انها تتخذ القرار واتخطط للقرار ده بس بسرعة جدا 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 الناس اللي عندها بازل جانجلي او عندها ليجين في الكوديت سيركت بتلاها بتاخد القرار ببطء جدا جدا اوكي؟ هي بتاخده أو بتاخده بس بطء ليه بطء؟ لان الكوديت هو اللي بيسرع الموادوات دا الكوديت بياخد من البريفرونتال كورتكس يروح مودي على طول على أريا ستة سواء لاترال أو ميديل عشان يساعد في اتخاذ القرار وفي التخطيط للقرار ده طيب لو الكوديت مش موجودة هتلاقي الكورتكس اللي هو البريفرونتال أريا ما بيعديش على الكوديت بل مستني ان هو يروح لمين ليه أريا أريا ستة ميديل و لاترال فهم حاجة؟ تمام دي لازمة السلمس في الموضوع السلمس هو السكرتير بتاع الكورتكس اللي ما ينفعش أي حاجة يتعدي من غيره معادة الولفاكتوري سينسيشن تعال بقى نوضح الكلام بالتفصيل دلوقتي لو كلمنا كلام بالتفصيل يبقى مين هنا؟ هنا البريفرونتال كورتكس بريفرونتال كورتكس يتخذ القرار لازم نجري دلوقتي حالة يبعت لي مين للكوديت؟ الكوديت يبعت لي مين للجلوباس باليس الجلوباس باليس لو تفتكر كان بيطلع جابا والجابا إذ إنهيباتوري مهم جدا في الموضوع عشان يحد من من قطورة القرار أو من الدفاعية القرار أي قرار في حياتنا بيكون مندفع ممكن يضيقنا وممكن ينتج عنه يعني عواقب وحشة فالجابا لازم يتدخل في الموضوع بيعمل بالانس مع الحاجة الإجزايتاتوري عشان القرار يطلع مظبوط فلازم الجلوباس باليس يكون موجود فعلا مش بهذا ثم الثالمس ثم نتجع تاني للكورتكس بس مين بقى في الكورتكس؟ هيكون أريا ستة أريا ستة الاتنية بريموتور أو سبليمنتري موتور مين مهم بالنسبة لي في الموضوع ده أكتر؟ السبليمنتري موتور السبليمنتري موتور مهم أكتر في موضوع البلانيك البريموتور مهم أكتر في موضوع التنفيذ ولو تفتكر في الـ functions بتاعة area 6 كنا بنقولي الـ Subliminary Motor عبارة عن حاجة بتعمل باي منوال وحاجة بتسابورت الـ Pre-Motor Cortex طبعا بتسابورت كده يبقى ليها وظيفة أكتر في الـ Planning لكن Pre-Motor Cortex هي اللي بتإنشيات الموفمينت نفسه اللي هو مسؤول عن Gross Movement لو تفتكر بتإنشيات Gross Movement أهم وظيفة لها طيب فarea 6 اللي يهمني فيها قوي الـ Subliminary Motor Area اللي هو SIM ده كده الكودت سيركت إيه وظيفة الكودت سيركت مهمة بتيجي ممكن تيجي في الامتحان ممكن تيجي في الامتحان إنك تتخذ قرارات سريعة زي إنك تجري من أسد أو إنك تطلع على شجرة أو إنك تعمل أي حاجة مسؤولة عن رد فعل مفاجئ ليس Reflex خد بالك مش Reflex رد فعل مفاجئ بكامل ردتك Voluntary Movement عادي خالص ممكن يجي زي في الامتحان يقولك إن فيه واحد طلع له أسد وأخذ وقت طويل جدا على بال ما يفكر إنه يجري من هذا الأسد لحد ما تتاكل الليجين فين تقول على طول إن الديسيشن ميكينج السريع محتاجين فيه الكودت سيركت بجد ما موهز برش طيب تاني حاجة البيوتامين سيركت البيوتامين سيركت كورتكس بيوتامين جلوبس بايدس وثالامس بس هنا مين بقى في الكورتكس الكورتكس فيه هنا نكتاب الأحمر برضو هنا area 6 زائد sensory association area 6 الالتنين supplementary motor وبريموتور بس مين اللي هميني هنا اللي هميني هنا بريموتور أكتر لين اللي هميني هنا بريموتور أكتر لأن هنا حنا بسمينا على التنفيذ فليميني أكتر بريموتور فأرأي 6 الالتنين صح يتكذبه مس بريموتور أكتر كنوني قوله سم والب اللي هي البريموتور لاترال ثم البيوتامين ثم الجلوباس بادس ثم الثلمس ثم نرجع تاني على الكورتكس بس مش نفس الكورتكس واق نرجع ننفذ على طول مين اللي بينفذين لنا؟ أريا فور وأريا فور كانت اسمها إيه؟ اسمها برايمريموتور كورتكس لأنها اللي بتإنشيات إيه؟ اسمها برايمريموتور كورتكس فالسيركوت كده واضحة احنا بناخد القرار خلاص بأريا ستة لب وسم الاتنين مع بعض زائد السينسوري السيشن إلي تكون واعي ومدرك وكل اللي حواليك بالسينسيشن فيجول وأوداتري وباين وكل حاجة ثم بيوتامين ثم جلوباس بادس ثم ثلمس ثم نرجع تاني لكورتكس فالسيريا فور هي بتاعت التنفيذ إنك تنفذ خلاص ايه الفنكشن بتاعتها؟ هتقول له اسمها برايمريموتور كورتكس بجينينج أوف موفينت إنه نحن إنشيات الموفينت نفسها دي خططت بس ما نفذتش ودي نفذت ومعها شوية تخطيط تمام؟ تمام بيقول لك حاجة حلوة جدا لفايدة السيركت دي أو ليه برضو عندنا جلوباس بادس بيقول لك وانت بتيجي تأكل انت ممكن تحرك إيدك من ناحية الأكل لحد بوقك بس لو الحركة مندفعة كتنفيذ والحركة ما فيهاش جلوباس بادس انهيبتوري كنت ممكن تعمل كده فهترخبت الأكل إيه تمنخيرك في عينك كده يقول لك ان انا شوية بإنهيبت الانوونتد موفمت والراجل عظيم في الجملة والله انوونتد موفمت يعني ايه يعني انا مش بإنهيبت الموفمت بس لا انا بإنهيبت وسكت يعني بإنهيبت الانوونتد موفمت انك تكون عاوز تعمل حاجة بس عشان مفيش حاجة تإنهيبت الانيف اللي عندك فممكن تعمل الانوونتد موفمت والناس اللي عندها بيزل جنجل يا ليجن هتلاقي عندها المشكلة دي جدا هقول لكو دلوقتي الليجن بيحصل ازاي وإيه النواتج الليجن ده فإيه فدي روزفتها إيه إنيشياشن and beginning of the movement زائد انهيبت of unwanted movement طيب ده وزفتو إيه planning and quick decisions planning and quick decisions without beginning of the movement أو without initiation of the movement ده جاست بيبلان وده جاست بينفز بس سمعها شوية بلاني أنا عاوزك تنجز معايا في البيزل جنجل يا أنا عارف إنها شكلة هيخضة في الكتاب بس فعلا أنا عادت تذكر فيها كتير قوي عشان يبقى الموضوع صحلي جدا بالنسبالك ويخلص بسرعة إن شاء الله يعني وهتشوف دلوقتي إن شاء الله إن الموضوع بسيط جدا والكلام في الكتاب معقد شوية وهنبسطه أول حاجة نيرو ترانزوميترز اللي موجودة في البيزل جنجل يا في الكتاب رصة طويلة قوي أنا عاوزك تحفظ كلمتين أول كلمة all nuclei in basal ganglia secret GABA وجابة is always inhibitory خلاص all nuclei in basal ganglia secret GABA وجابة is always inhibitory خلاص تعاني ثانية كلمة الكورتكس and sixth slamic nuclei secret glutamate worglutamate is always excitatory فلاص كده كلمتين كده تانية كلمة انت تحفظها أو هتحفظها سهل جدا بالنسبالك على المدى البعيد وعمرها ما تتنسي ان دايما السبستانشان نجرى كومباكتا سكريت دوبامين تعال نكتب الكلمتين دول ونشوف همطبقهم ازاي اول كلمة عندي ايه اول نيوكليون انبيزال جانجلي سكريت ايه اول معايب جابا وجابا ازولوز ايه انهيبيتوري تانية كلمة الكورتكس نفسه زاد الزب ثلاميك نيوكليون اللي اختصار واضح ثلاميك نيوكليون بسكريت جلوتاميت بسكريت دوبامين تالت كلمة ومهمة جدا ومش صعبة خالص سبستانشان نجرى كومباكتا بسكريت دوبامين بسكت افكس لايه حاجه عندك كلمة في الحتة دي يعني دي قولك الكورتكس بيروح للصب سلاميك نيوكليون بسكريت جلوتاميت والصب سلاميك نيوكليون بيروح للكودات والصب سلاميك نيوكليون بيطلع جلوتاميت ولكن الكودات بيطلع جابا مش عارف مين بيطلع لي مين جابا ايه لها بلا احنا هناخد دولات السيركيتس وباثوي و هنفهم الكلام ده كل اعرف بس كل حاجة بيطلع ايه اخرى دلوقتي سألتك اي سؤال عشوائي كودات بيطلع ايه تقول لي جابا ايه حاجة مش موجودة هنا يبقى جابا خلاص نيوكليون بيطلع جابا والجابا يزال انهبتري عندنا بس الكورتكس والصب سلاميك نيوكليون بيطلع جلوتاميت والجلوتاميت والصب سبستانشان نيجرا بيطلع دوبامين موجودة في دولة يبقى جابا خلاص كده مضوصة تمام طب البيزال جانجليا تقول ايه تقولا نفهم انه لها تقلع codation مع الم apparent تقلع تقلع الكورتكس انه تقلع الانه الاناته الانليان التنين فيهم جلوباس بالتيرنس وايكسترنس الاتنين أينترنس يعني اللي خدناه الاتنين از إيه از إنهيباتوري على الكورتكس بطلع ايه الانترنس دي بطلع جاب برضا اي حاجة مش مكتوبة بطلع اجابته هل هي عندها حاجات اكذاتري اوقع عندها حاجة اكذاتري بس الفكرة كلها أنه عندنا جلوباس بالتيرنس انترنس خلاص اخساره ده جلوباس بالتيرنس زاد سبستانشانجرا ريتيكيولاريس سبسان شانيجرا ريتكولاريس قولوا السكريت ايه جوابه وجوابه هنا هيكتب رغم نوع انه هيكتب بالاخدر عشان انا بحبه جدا لان من غيره هيحصل حاجات كتير جدا نفس فكرة الكتاب لاننا عامل انهباتوري بالقون الاخدر عامل ستريتش ريفليكس لو تفتكر يبقى ده سؤال ممكن ييجي في التحان عادي جدا وواضح وصريح ودركته مضمونة ان شاء الله يقولك ذا بيزال جانجليا ديشارج is always inhibitory on the كورتكس تقوله بيكوز global spallitis internus and substantia nigra reticularis which secrete الجابة has tonic has tone يعني or tonically active discharge على الكورتكس يعني even during rest انا دايما كبيزال جانجليا بروح للكورتكس ببعث له inhibitory tone لماذا الانهيبيت ريوتون مهمة هقولك دلوقتي حالا بس احنا خدنا فيها حاجات من شوية في البلانينج والموفمنت بتقولك في البيوتامين سيركت كان global spallitis internus موجود مهم جدا انه بيينهيبت الانوونتن موفمنت اوكي في حاجات الزوجة في البيوتامين سيركت ان انا وانا برجع لاريا 4 برجع لاريا 6 بردو مين اريا 6 اني واحدة بريموتور خلاص بريموتور من اللي بيينشيات الموفمنت ومن اللي في الحركة نفسها بريموتور لك السبليمنتر الموتور تفكير و بلاننج و بسكت اوكي طيب البرينستيم كونيكشن هل انا كبيزل جانج بروح البرينستيم ايوه بروح البرينستيم عشان اتحكم في التون والريفليكسات بعمل ايه والله لو انا كودية يبقى انهيبتوري لو انا لنتي فورم بكون اجزاتاتوري على فكرة على فكرة عاوز اقولك حاجة كلمة لنتي فورم دي شيرها من الكتاب والله العظيم غلط يعني علمية غلط وانا كنت شاد يقولها ساعتها ساعت ما كنا بناخد الستريتش رفليكس عشان انت كنتش فاهم يعني ايه بازل جانج لاصل بس دلوقتي بقلب جامد اقولك ان موضوع الانتي فورم ده غلط يعني ما ينفعش تقولي الانتي فورم از انهيبتوري على التون ان الانتي فورم بتتكون من جلوبس باليدس وبتتكون من بيوتامين والاتنين اصلا ليهم فونكشنز عاكس واحد او مش عاكس واحد يعني كل واحد فيهم ليوم فونكشنز فالكتب الصح يعني والمراجة كتبين موضوع ان احنا كبازل جانج لاصل فالسلتاتوري على التون بس مش كتبين موضوع عن الانتي فورم ده اصلا يعني ممكن تسؤال فيها في الانتحان ممكن بس يعني مش مهم مقوي يعني تمام خليها موجودة بس بقولك العلم يعني تمام الجلوبس باليدس هي اسوري الكوديت هي اللي فعلا انهيبتوري على التون وما تقوليش ايه ده ازاي احنا كنا اسوري فالسلتاتوري على التون ولتقولي ايه ده احنا قول هو زينهيبتوري علي الكورتيكس قول è الفالسلتاتوري علي الكورتيكس ايه كان هي الفالسلتاتوري علي فكرة عل النشوص بسبب الكوديت ايه الكنيكشن بتاعهue بنروح لرتicular formation بونطين لضيكل فالسلتاتوري ونروح لالكل فالسلتاتوري العشان الفالسلتاتوري !. يلوح الكوديت فى الكتاب тутhi مش جايب لك سرط اللي انت فوره. هداي يدول ان الموضوع اللي انت فوره ده غلط. ان هو يكتب ناحية الستيرتس رفلكس. اوكي? طيب. في حاجة ما قلناهاش قبل كده. ان السبستانشانيجرا ريتيكيولاريس بتروح للسبيرير كوليكولاس. السبيرير كوليكولاس دي موجودة فين? في الميت برين. متوصلة من? باللاترال جينيكولي بادي لو تفتكر. كان مين بيروح لهم? كان بيروح لهم التكتو سباينال تراكت لاترال اللاميديا اللاترال. لان اللاترال مع التك سباينال خلاص احنا كده بنتحكم في موضوع الاي موفمنت سواء فولانتري او رفليكسلي. والله لو انت بتتكلم عن الاري ايت اونلي اللي هي بتاعت الاي موفمنت يبقى انت كده بتتكلم عن فولانتري اي موفمنت. لان انا بمزاجي بحرك عين يمين وشمال. لكن لو رفلكسلي يبقى على حسب والله لو فيجوال تبقى لاترال تكتو سباينال تراكت لو قدت فيجوال رفليكسلي. احد لمحته. وصيت رفليكسلي يبقى لاترال لو اودتري يبقى ميديل انا برجع المنهج كله مع بعض مين معانا تاني السبير السبستانشا نجرة انسح السبورة دي خلاص مش عاوزين منها حاجة انا بكلم بصورة بقولولي السنة في المراجعة لو انا برجع حاجة بحب بقولها بصورة لو بقول حاجة من الاول كدير بكلمها الاتنين دول بقى مهمين او مهمين اوي وعاوزك تعيريني تعيروني انتباهك ين accom هيا عن اوه عن حاجة مهمة جدا بتاثيرها على الكورتكس و هنشوف الليجين بتاعها عندماีgestre ناخد الليجين في البيز الجانجلي انا عندي البيز الجانجلية دايما انهيباتوري اوكي ...ولوز انهيبتوريا على مو من الكورتكس عندي وacioNe- oder Die- Both way والاتنين بيأكدوا لي ازاي هي الأولوز انهيبتوريا نركز معم بوص نسى سيدي الكورتكس بيروح يبعت للإسطرياتم الكورتيكس بيطلع ايه؟ بيطلع جلوتاميت ثلاث كلمات حفظ قال الكورتيكس وسبثلامك نيوكليي يتلعون الجلوتاميت لسيitié السيد يبقى ли thigh السياراتم يتلع الجلوتاميت استراتم يتلع ايه استراتم يتلع عجابة ليعنا ما لم يقوم فى méância يعمل ونجي Centene cent люд بيطبعها لا يعظ translated a ماذا نصح استراتم وهو رئي tried and التكويت وهو قر second قر Secondops وال seconds и sternus avec Oh び �� فلكورتكس ويطلع الجلوتاميت يذهب السترااتم والاسترااتم اصلاً بتطلع أجابة انهيبت مين The Globus Basis Internus وGlobus Basis Internus بيطلع ايه؟ بيطلع أجابة برضو فانا لو عملت ت Taiwan لواحد انهيباتوري اكيني عملت ايه فاكيني رحت عملت للثالمس فالثالمس راح اتعملت للكورتكس اوكي الثالمس راح اعمل ايه يبقى تاني انا عارف الدخلة جات مفاجأة كالكلام سهل وفاجأة بدا يبقى صعب الكورتكس بيطلع جلوتاميت على الاسترياتم انا كاسترياتم بيطلع جوابة بيعني انهيباتوري طيب انا انهيباتوري يعني منعت شغل اللي بعدية شغل اللي بعدية جلوباس بالس انترنس يعني جلوباس بالس انترنس كان يطلع جواب على الثالمس يعني جلوباس بالس انترنس كان بيانهيبت الثالمس فانا رحت عملاله انهيباشن فانهيباشن للانهيباتوري يبقى الثالمس ايز ايجزايتاتوري على الكورتكس يروح يشغل الكورتكس اتبحت اقول لي ازاي وانت لسه اهل ان انا انهيبيتوري على الكورتكس اقولك دلوقتي حيلا اصبر عليك بس انت فهمت السيركيت كويس؟ طبعا طبعا حدة انهيبيتوري على انهيبيتوري طبق اجزايتاتور دي مهمة جدا عشان انا فاهمها لك اكتر اهو الكورتكس بيطلع ايه؟ جلتاميت راح اعمل اجزايتاشن للإستراءاتم الاستراءاتم لو مش موجودة لو مفيش استراءاتم الجلوباس بالاس انترنس هتروح تنهيبيت مين؟ السلمس تروح مطلع جوابه هنا كده جميلة فتروح تنهيبت مين؟ السلمس فالسلمس مايشتغلتش حلو؟ فالكورتكس برضو مايشتغلش لكن انا حططت الاستراءاتم فالاستراءاتم طلعت مين؟ جابة فانا منعت ان الجابة يطلع منعت ده اصلا منعت ده اصلا فالسلمس بقت ايه؟ بقتشغال عادي السلمس انا منعت اللي بيمنعني منعت اللي بيمنع ده لكني عملته اجزايتاشن خلاص جملة شهيرة هفضل أقولها كتير Inhibition to the Inhibitory is excitatory Inhibition to the Inhibitory is excitatory بحسبة الماث كنا بناخدها و احنا صغيرين Negative مع negative equal positive صح؟ فاكرها راك في السي بي إسا لم أقولك negative negative تبقى positive عشان كده تي وي فكانت positive وعلى فاكرة قد تنجاي مو negative negative تبقى positive Inhibition to the Inhibitory تبقى positive يبقى Direct pathway is excitatory على الكورتيكس فإنها ماشي نفهم اللي بعدها إيه ال Indirect pathway دي بقى ال Indirect pathway بدأت بالكورتيكس برضو الكورتيكس يطلع ايه؟ جوابه Oh sorry سوري اين هابل ده الكورتيكس يطلع جلوتاميت الجلوتاميت يروح للإستراتم يروح يإجزايت الإستراتم فالإستراتم كم يطلع ايه؟ يطلع جوابه طيب راحت الحاجة اسمها Globus baledus externus فارقت معاك حاجة ما هو كله Globus baledus كله بيطلع جوابه خلاص؟ فالجوابه sorry Globus baledus externus بتطلع جوابه كانت Globus baledus externus دي كانت بتنهيبت الصب ثالاميك نيوكلياي الصب ثالاميك نيوكلياي كانت بتطلع ايه؟ كانت بتطلع ايه؟ جلوتاميت فكلهم فعلا بيطلعوا جوابه معادة دي أهو مجددتش عليك في حاجة ودي أول همين الكورتيكس أخيرا مين الصب ثالاميك نيوكلياي حلو كده؟ حلو فالصب ثالاميك نيوكلياي كانت بتروح تأجزايت مين الجلوبس baledus internus حلو كده؟ حلو هتفضل تأجزايت الجلوبس baledus internus ولا حصل حاجة هتقول لي ما الجلوبس baledus externus منعيتها؟ هقولك لأ ماليسترياتم منعيت الانهيبتوري فاليسترياتم انهيبت الانهيبتوري فبقت اكزايتاتوري يعني ايه؟ يعني أنا هنا عشان بس الحاتي دي بتلغبطني عايز جلوبس baledus internus هنا هنا أنا انهيبتوري أنا بقى انهيبت الانهيبتوري فعملت اكزايتشن لدي أنا هنا بقى انهيبت الانهيبتوري فعملت اكزايتشن لدي خلاص كده؟ خلاص فلما عملت اكزايتشن لصب ثالاميك نيوكلياي طلعت جلوتامي طلعته على مين عالجلوبس baledus internus لما اكزايت الانهيبتوري بقى انا انهيبتوري يعني لو انا بقى اكزايت واحد انهيبتوري بشغله خلاص هيابقى انهيبالية ثم ، جادة الوطن تلقى مهم قلته الآن عندما صلب الكورتيكس اطلعت الاستراتomb فقط سأكلم انا كأستراتوم إطلق الآن فقط سأكلم لتربنا أنت جادة على الجوعي البلل أو أنت جادة لكن Jebollits حتى أنتè جادة 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 الجوعي Depression فهي مجدد إنهيبيتوري فهي مجدد إنهيبيتوري على من؟ على الثلامس فالثلامس راح عمل إنهيبيشن للكورتيكس فالكتبه بيقولك إيه بص إسير لما يجيلك حاجة دي بص الإكسساتوري دي بتطلع إيه جابة وجابة بالإكسسرنس بتطلع جابة برضه والساب ثالمك نيوكلي بتطلع جلوتامات فأنا هنا عملت إنهيبيشن للإنهيبيتوري فسميته إكساتوري فالكتب لي بيقولك إكساتوري بيقولك إيه دي سإنهيبيتوري والراجل أبق مني دي سإنهيبيتوري يعني إيه؟ يعني أنا كجلوباس بالإكسسرنس كنت بقى إنهيبيت الساب ثالمك نيوكلي أنا عملت لك دي سإنهيبيشن يعني منعت الإنهيبيشن بتاعك أكين إكساتوري بس اللفظ دقيق حلو جدا دي سإنهيبيتوري وغرضو قالها فوق بس أنا فاكستان عشان بس لما تجي تعرف كما تلغبطش إيه؟ إنهيبيتوري بس لو قريتها في الامتحان خلاص بي послед هاكستان فأنا النهيدي افكت بتاعك أين � 1972 وي بين إيه؟ إيه؟ إيه إنهيبيتوري طعم ليه؟ لأن في الآخر ستشتغلت واشتغلت ميه ليasten شغلها واشتغلت تشغل بيدي تشغل بيدي لأيوما لن يسوفنا شغل العيكي عليها فشي slums وانهيبيتوري عليها فسيبتها تشتغل عادي لكن انا هنا انهابت الاستعالي على الاستعالي تتace arrive ايه بتنجن? طيب. لو انه مش هام اي حاجة? مش هام اي حاجة فعلة. ده كله مش مهم. ده كله لا تسأل فيه. كله تسأل فيه ايه? الديريكت باثوي بتاعه. الديريكت بتاعه. الديريكت باثوي is inhibitory. خلاص استحفظ الجملتين ده. الديريكت باثوي الكورتيكس. طيب. نفهم بقى. هل فيه تضرب الكلام ما اتحكت عليك؟ والله ابدا. انا عمري ما اتحك عليك يا حبيب. بص يا سيدي. انا قلتلك هي ان جلوباس بالدس انترنس زائد السبسانشة نيجرا ريتيكيولاريس دايما عندهم تون ايه ديرينج ريست. يعني ايه? يعني انا ديرينج ريست انا دلوقتي ديرينج ريست قاعد عادي كده. ماينفعش انا ايه دي بتتحرك كده. لو اتحركت وانا قاعد عادي نسميها استاتيك تريمورز. استاتيك ايه? تريمورز. مين اللي بينهيبت ان الا استاتيك تريمورز دي تحصل الرعشة ديورينج الاستاتيك استيت. وانت قاعد كده. مين اللي بينهيبت المندودة? جلوباس بالدس انترنس زائد السبستانشة ريتيكيولاريس. تمام? تمام. بينهيبت دايما الكورتيكس من هو يروح يشغل حاجات وانا مش عايزة. طب لو انا عاوز اعمل اكشن فولانتري. عاوز اعمل اكشن فولانتري. لأ ساعتها البيزة الجنجلي تساعدك في هذا الاكشن وتشغل الديريكت باثوي وتروح تقول لك اتفضل اعمله. طب ايه لازمة الديريكت باثوي? بيقول لك ان الديورينج اللي انت عاوز تعمله اللي متخطط له كويس جدا لان البيزة الجنجلي اصلا شاركت في التخطيط بتاعه. ساعتها انا بينهيبت الانتاجونيستيك موسلز. الله الله عليك. يعني انت كويس وحل وعاوز نعمل الاكشن ايه والله. الديريكت باثوي يخليك تكزايت الانت عاوز تعملها. زي زي الفلكسر الماسي انا عاوز ااكل مسلا او انا توبند ااكله او انا عاوز ااكله. فدلوقتي ده شاركت في التخطيط الي. فهتسيبني اعميله عادي خالص بالديريكت باثوي. طب الديريكت باثوي الانهيبتوري ده انهيبتور عنتاجونيستيك. اصلا انتاجونيستيك ما تدايقكش ونفضل نشد قصات بعض. هقول لك دلوقتي الموضوع ده هيعجبك جدا في الليجين. لما الاتنين يشد قصات بعض اللي بيحصل. لو فيه الليجين. هتكون انت عاوز تعمل حاجة والتانية بتشد قصاتك بتشتغل قصاتك. طلع نفسك متخسب كده مكانك. مش عارف تعم تعمل اي بتنجان. طيب؟ فمن رحمة ربنا علينا انهو عاملنا البيزة الجنج ليا. تأجزايت الوانتد ماسلز اللي مشاركة في الاكشن وتإنهيبت الانتاجونيستيك ماسلز بالديريكت والإن ديريكت باثوي. مش مطلوب انا خالص تحفظ مين بيعمل ايه في الديريكت والإن ديريكت. اعرف بس ان الديريكت از إلوز إجزايتاتوري على الكورتكس والإن ديريكت از إنهيبتوري على الكورتكس بس عشان ايه؟ عشان الانتاجونيستيك ماس في حتة لطيفة كده عاوزين نقولها هتساعدك في فهم الليجين بعد كده. و هتكون مفيدة جداً لك في حياتك يعني. سبحان الله بحب السينيست ده. عشان فعلاً بيعمل حاجات كده حلوة في حياتنا. و بيفهمنا الدنيا بتمشي إزاي جواد مغنية. سبحان الله. بوسوا سيدي احنا عندنا الديريكت باثوي ده إجزايتاتوري والإن ديريكت باثوي إنيه بيتوري. ده إجزايتاتوري على الكورتكس. ده إنيه بيتوري على الكورتكس. ده إنيه بيتوري على الك وده انهيبتري على الانتاجونيستيك موصلز يعني الاثنين بيزودوا الحركة بيؤيدوا الحركة ولا يقيدوها الحركة اللي انت عاوز تعملها لو هي فولانتري موفمت عندنا حاجة اسمها دوبامين ده يطلع منينها سبستانشيا نيجرا كومباكتا وعندنا اسيتاء الكولين بيطلع برضه من السبستانشيا نيجرا بس بالانتر نيورون مش مفهوم اوه بيطلع منين يعني عندنا كومباكتا ورتكولاريس كومباكتا بيطلع دوبامين ورتكولاريس بيطلع جابا الاسيتاء الكولين ده جاي من الانتر نيورونز وبعضه بيقولك ايه بقى بيقولك ان دايما الدوبامين بيطلع اجزايتاتوري على الكورتيكس وده دايما انهيبيتوري على الكورتيكس هل هم بيروحوا يشتغل على الكورتيكس بنفسهم لا احنا عندنا دايركت باثوي وعندنا ان دايركت باثوي الدايركت باثوي بيكون ايه بيكون اجزايتاتوري والان دايركت بيكون انهيبيتوري صح كده؟ انا كدوبامين عاوز اكون اجزايتاتوري يعني اعمل ليايه الليبايريكت اشغله؟ اعمل اب Mono هو الدايركت باقفة عاوز دايركت باقفة . hecho اجزايته اجزايتاتوري الباثوي بيكون انهيبيتوري ايقز اجزايته اجزايتيتوري!! اأعمل ا بعزاء واحزه الأجزايتاتوري في طب انهيبيتوري اعمل ايه على الدايركت باقفة وانهيبيتوري واحز Pois اجزايت notre Styl結 اليس المترجم pen تعال اليوم الدايركت بيكون انهي ا Zielnik يعمل على الانديريكت ويشغل الانديريكت انت متلغبط في حاجة انا عارف ان الكلام نفسه في الفاظه و ذاته يلغبط لكن في محتوى سهل انت كدوبامين عاوزت اجزاية الكورتيكس اجزاية ازاي عندي ديريكت باثوي وانديريكت باثوي الانديريكت اتوري زي بيحبني اشغله ازوق اللي بيحبني اشجعه اللي بارد اخبرت الانديريكت و confined اوكي سيارة الكورتيكت عمل ان انهorable و ليس ان أنهائف ايه ان ان تفاح الانديريكت ان في الانديريكت ان 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 مشاهد اشجاعه انا و أيها الانديريكت صبو pel sheet مهم كثاء نكتب بس كلمة excitatory يقول لك بقى إيه اللي هيحصل لو حصل lesion في الدوبامينيرجيك فيبرز دوبامينيرجيك فيبرز إحنا هلتين قصاد بعض أنا كدوبامين قصاد الأستايل كولين أنا بطلع ديستشارج وإنت بطلع ديستشارج فأفضل في الحالة النورمال بتاعتي ولا أنا excitatory ولا أنا هبتري إذا إيه حاجة في جسمك لو الدوبامين يشتغل لوحده هتبقى الدنيا أجزايتاتوري جدا ولو الأستايل كولين يشتغل لوحده هتبقى الدنيا إنهيبيتوري جدا على إيه على المصل تون يا جماعة يعني إيه أبقى أجزايتاتوري جدا على المصل تون يعني إيه دي جامد أو كده يعني إيه أنا إنهيبيتوري على المصل تون يعني أنا فلاسد بس الحقيقة أنا مش بأثر على المصل تون في حد ذاتها أنا بأثر على الانيشيشن أو الرغبة في الموفمينت البيزل جانجليا لما بتروح للكورتكس بتزود حركة الكورتكس او بتزود نشاط الكورتكس في ان هو يشتغل بسرعة والإمبالس بتاعة تطلع بسرعة واتخذ قرارات سريعة لو تفتكر البيوتامين سيركيت والكوديد سيركيت الكوديد سيركيت كان هدف ان انا اتخذ قرارات سريعة والبيوتامين سيركيت ان انا نفذها ففي كل الاحوال انا عاوز اخذ قرار سريع وانفذه بسرعة فانا باتكلم في الرغبة في الحركة وفي الانيشيشن بتاعة الحركة وفي الحركة نفسها على فكرة برضو لما تيجي تعمل حركة نفسها هل انت بتعملها باكتيفتي ولا بتعملها بكسل دي بيفرق جدا في البيزل الجانجلي يا رب ما تكونش تهتمني طيب ايه اللي يحصل لو حصل في الدبامينيرجيك فيبرز بيقولك ان الاستايل كولين هياخد بالأبر هاند والراجل ده هيكون عنده حاجة اسمها هايبوكاينيزيا بوسلوس هايبوكاينيزيا يعني حركته ضعيفة وبطيئة جدا ما قالكش هايبوتونيا ولا قالك هايبوريفليكسي قالك هايبوكاينيزيا الناس اللي عندها باركنسونيزم والبركنسونيزم هو مرض بسبب دبامينيرجيك فيبرز ليجين بتلاقي انهم هايبوكاينيزيا يعني بيحركوا قدهم ببطئ جدا وبيتكلموا ببطئ جدا والكلام كله داخل فبعض وكده ما بتفهمش اي حاجة خالص والله فعلا انا مش عارف حتى اللي ده اوكي عنهم ايه هايبوكاينيزيا او الا في الحركة او الا في النشط اوكي طيب ايه اللي هيحصل لو حصل ليجين يبقى هايبوكاينيزيا نتيجة ايه نتيجة ان الدبامين ما بقاش موجود اوكي طيب ايه اللي هيحصل لو حصل ليجين في الين دايريبت باثوي يعني حصل ليجين في الاستايل كولين اا مش شرط في الاستايل كولين نفس وعلا لاننا مش عارفين الفايبرز بتطلع منين اصلا مش لقين الفايبرز بتاعك فانو ايه فاللغار الان فاستدام الان فاستدام الان فاستدام الان فاستدام الاخل العام فاستدام الان فاستدام الان بدأت ايديك العشان تطيع التناعمل سبعة معها تصدقى ايديك معنا وهكذا قبطtte عينك وب小بطت منخيرك lgre number of understanding تصدقال هذا المهم؟ هل الكلام مهم؟ فاستدام الان اقول للتفصيل الي انا اراك تعرفه وبشدة تصدق للذكال يعني العلم كده بالشيء والتبسط هو ازاي احنا بنعمل الحركة بيقولك ان الدوبامين في اتنين ريسيبتورس واحد اسمه دي وان واحد اسمه دي تو خلاص دي فور دوبامين يعني دي دوبامين و دي تو دوبامين برضو ال دي وان بتروح تعمل ايه بتروح تعمل اكسايتاشن او دايركت باسوي فقط بس potrzeم اصาย الانه يدین اوبايركت باسوي يعني نحن هلちانu اغزايتاتري عادي موها الدوبامين اسولو اس اغزايتاتري بس انا اغزايتاتري عشان بعمل اغزايتاشن الدايركت باسوي و هابق اسمه دي ون و دي تو بسبب اما عمل اصابت ان هابقاس اسم دي وام و دي تو بسبب ان هابقس بعمل 가는 estiver اسمه دي و اوعي ازاي بقى بت由ي الانه يدین Georgation بدونك لما تكون عاوز تئنشيات النش trem الدوبامين بيشتغل على ديوان يعمل فالإجزائيتيشن يعمل فاكر داريك باثوي كان عبارة عن الكورتكس الكورتكس بيروح للإسترياتم يروح للجلوبات باللس انترنس يروح للثالمس ثالمس يروح للكورتكس فنيجا عند الثالمس ونعمل له إجزائيتيشن فيروح يعمل إجزائيتيشن للكورتكس في حتى مهمة جداً أنا ما قلتهاش وهي إن الثالمس أصلاً أولوز إنهيباتوري على الكورتكس فأنا لما أروح أقول الثلامس هو مش قول إنهيبيتوري يعني ايه هو بس عشان لو رحت وعالت إجزيتيشن إنهيبيتوري وفأتقول لي ما أنا كده إنهيبيتوري يعني هو في المجمل هو بيكون إنهيبيتوري فأنا لما بروح أعمله تنشيط أنا هنا يعني هو بصiyor مش إنهيبيتور بين بي unglaubw يعني هو لو محدش جاي له بيطلع إنهيبيتوري لكن أنا لو جيت theta excitation بمовалms hö يكون إجزيتياتوري فأقول عليه precisamente загul بس لو مشاهدة حتى دي قوي يعني لو لقيتها في كتاب بس ما تطلقبتش منها الثالاموس انا بروح نشطه فبسميها ديس انهيبشن اروح انهيبته فاسمي انهيبشن هي مش من تخيم عليها لسا ايلو انا عارف بس اعرف ان الثالاموس لما بروح في البيوريكت باثوي بعمله حاجة اسمها ديس انهيبشن مش مقابل انا مش مقابل بيها وانت مش مقابل بيها افكس لها اوكي لان ديس انهيبشن دي عقل غير اللي احنا نقولها خلص مراحق للجلوبيلس بالس انترنس فالجلوبيلس بالس انترنس كان بتعمله عليه انهيبقشن فشعلت مسنهيباشن علي ايه ؟ انهيب lleva조 провер ديون ديون يعني رحومها على ديريكت باثوي عمل انهيبشن الالكورتيكس اه انا عامل انهيبشن للكورتكس جيت اعمله اجزايتيشن بالدايريكت باثوي هيحصل ايه هيحصل اك انك سيق عربية ونسيت تنزل اليد لما تنسى تنزل اليد ودوس بنزين العربية بتمشي معاك بس تمشي عامل ازاي همك الكوتشات اصلا تبوز همك المطور يبوز بسبب الحركة دي ولو اي حد بسوء عربية هيعرف ان انت لو نسيت تنزل اليد ومشيت بالعربية هتلاقي العربية بتمشي معاك بس ببطئ جدا 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 فلازم ننزل اليد مين بقى اللي بينزل اليد ديتو انا اتبسطت والله انا بقرأ حياتة الكتاب وكتاب فعلنا عظيم في الحياتة دي جدا بيقولك يور بادي از اكار الكار دي فيه بريك البريك اللي هو الفرامل اللي هي اليد البريك دي دايما شغالة اللي هو مين الين دايريكت باثوي دايما شغال الين دايريكت باثوي شغال عادي خالص والين دايريكت باثوي is inhibitory فانا عشان انشيئة الموفمت بشغل direct pathway ان انا بدوس بنزين بس لان ادوست بنزين والفرام اللي لسه معمولة اللي هو اليد لسه مرفوعة هتمشي بس هتمشي بطئ جدا هيكون عندك هايبوكاينيزيا فلازم انزل اليد ان انا شغل دي تو فعمل indirect pathway just للعلم والفانتازيا وتتبسط كده يعني تتنطف على خباتك بقى في البيت ولا على اي حد من صحابك كده تجيب مامتك كده مسلا وانت عاني عاكي تتعرف يا ماما الدوبامين ده لو مش موجود على بيتو كان اللي يحصل كنا هنمشي زي العربية واليد مرفوعة ايا بنا ندخل في final functions بتاعت البيزل جانجليا البيزل جانجليا لو انت فهمت ال functions بتاعتها خلاص هيخلصت لان ال legions عكسة واصلا ال functions نفسها خلصونا لان احنا عيلين direct و indirect pathway وعيلين الكودات والبيوتامين سيركيط فعلا انت لو طلقت بالكودات انها بتعمل planning للموفمنت وبتاخد correct decisions والبيوتامين بتعمل initiation للموفمنت سواء gross movement او fine movement كده تمام لو طلقت ان ال direct بيعمل activation للكورتكس وال indirect بيعمل inhibition للكورتكس بس على antagonistic muscles كده تمام لو طلقت ان الدوبامين بيزود الموفمنت وزيادته بتعمل hyperkinesia لكن الاستالكولين بتعمل انهيبشن للموفمنت وزيادته بتعمل hypokinesia كده تمام جدا البيزل جانجليا اعتبر خلصانة في دماغك تمام ال functions او الحاجة المسلطون انا بعمليه على المسلطون كبازل جانجليا مشان عندي كوديت والنتي فورم الكوديت اس فاسيليتاتوري على المسلطون والنتي فورم انهيبيتوري على المسلطون بس في حاجة اعود اقولها لك ان الكوديت فاسيليتاتور اوكي بس كلمة لنتي فورم ما فيش حاجة اسمها لنتي فورم انهيبيتوري تون او ايه او غلوباس بالس انترنت زائد السبستانشا نيجرا ريتيكولارس انهما بيطلعوا جابة فاحنا غالبا مصلي بيكون انهيبيتوري ما لقيه لازمة الكوديت بس احنا لما نيجي الاتنين مع بعض بنطلع غالبا احنا ايه انهيبيتوري بس في حاجة مهمة جدا على الرفليكس احنا كنا اصلا الجدول اللي عندنا على الستريتش رفليكس مش على التون قلتلك انهي نفس الجدول كنا هنقضو على التون صحة من الكرامش غض لكن على الرفليكس اعاوز اقول حاجة لو تفتكر الستريتش رفليكس كان ايه اللي بيعملو انهيبيتوري كان ايه اللي بيعملو انهيبيتوري حكال كتير كده من ضمنها ان يحصل استريتش رفليكس في الانتاجونيستيك مصل يعني ايه يعني دلوقتي انا بعمل استريتش رفليكس هنا تندون جير كده دست على البيسيبس تندون فارح تعمل كده بس لو في نفس الوقت عملت هنا عند الترايسبس ودي هتاخدوها في العملي ممكن تعملو هنا وممكن تعملو هنا هتلاقي ايه دا كبير تفرد طيب لو انا عامل دا في نفس الوقت دا مش يحصل حاجة هرفضل دايما يعني انا تخيل دا عاوز يعمل كده وفي نفس الوقت الاكستنسور عاوز يعمل كده فاحنا هتنم نقف اصاب بعض فبيحصل ايه نو هيبر رفليكسيا انزاليجن اوف زا بيزال جانجليا فهي مهمة دي مهمة قوي ان احنا انهيبتري على التور فلو حصل ليجن في البيزال جانجلي هنلاقي ان احنا هندنا هايبرتونيا هايبرتونيا في شكل سباستيسي ولا ريجيدي في شكل ريجيدي ليه بقى في شكل ريجيدي عشان نو هيبر رفليكسيا ليه هفاهمك بذلك هيبر رفليكسيا مهمة قوي هما لاحطة ليجن لولي الفراع على الأبر موتور نيورن ليجن عادي العادي بتاع بتاع الكورتكس ايه يحصل فيه ليجن واريال باعو ستة والكلام ده كله مهم ليه بقى هفاهمك تاني الكلام ده دلوقتي يعمل حاج انت انهيبتري على التون لو ما بقيتش موجودة هتكون ايه التون حصل فيها فاسيليتيشن زي اجزال ابر موتور نيورن ليجن عادي خلص حصل فيها سباستيسي طب يعني ايه يحصل لسباستيسي يعني انت تيجي تعمل يبقى عندك ساستيند ستريتش جامد اوي كده ولما تيجي تعمل يكون عندك برضه هايبر رفليكسية مع الابر موتور نيورن ليجن لكن هنا مش هيكون معايك هايبر رفليكسية ليه لانك تيجي تعمل كده الستريتش يحصل في الناحة دي في نفس الوقت الناحة التانية عاوزة تعمل استريتش ان في لان في هايبرتونيا في الاكستنسورز اند فليكسورز الاتنين مع بعض علشان كده انا ما سميش سباستيس اسمي ريجيديتي فريجيديتي عامل زي ليد بايب او الكوجويل والاكستنسورز فولا عارفة في ايد الراجل وولا عارفة في رد ايد الراجل هو بيريزست في النحيتين اوكي فاسمها ريجيديتي فلو جينا نقارن بين الاسباستيستي والريجيديتي هنقول ان الاسباستيستي في الابر موتور نيورن ليجن لكن الريجيديتي في البيزل جانج لليجن هنقول الاسباستيستي بتكون موجودة في الفليكسورز اكتر في الابر لمب وفي الاكستنسورز اكتر في اللوار لمب لكن في الريجيدي. Exactors and flexors والاتنين. سواء upper أو lower limb على الاتنين. لاننا عندي هيبرتونية على الناحية وفي الاخبارتونية والفليكسورز ما بفرقش منهم اصلا. وأنا هيبرتونية؟ لانها دايما انها بكثرة على الكون. وانا دايما وانا شغال انها بكثرة على الكون. فلو انا ما بقتش موجود هصل هيبرتونية في الناحيتين الداخل والفليكسورز الطيب. الثاني في المقارنة يعني شان خلاصة مرة واحدة الريجيدي تيجي مع البركنسونيزم هو عبارة عن الليجن في البيزل جانجل اسمه باركنسونيزم لكن الاسباستيتي تيجي مع الابر موتور نيورين ليجن وبيكون مع كلونس لكن هيا الريجيدي فيها كلونس لا مفاش كلونس ايه كلونس عبارة عن الراجل بيحصل له ساستين تستريتش وبيكون باين جدا في الدورسي فليكشن بتاع الفوت اللي بيعمل كده 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 وممكن ينطر وشك ولا اي حاجة كده خلاص ممكن تقال الله اه ممكن تيجي اهم كده جدا بس انت كده فهمها اللي ساغدتك في الار长 فاني حاجة في النصف combine انت بتاهم اليه فيered volant removed انا بشارك في الـ planning & voluntary movement عن طريق cognitive circuit صحيح كده وانا بدي فيدباك اخد بالك بتفكر في حت بتاعة الـ Montgomery movement ازاي بيحصل أن التجينجل اشارك في الـ planning وكمان بترجع قريفة الـère تقول له هل الفعل الي انت عاملته ده كويس ولا واحش ممكن نكمله تاني ولا دويو الحاجة تانية حاجة يعني البستوري باجراوند يعني انا بشارك لو انا عاوز اعمل fine movement او gross movement الاتنين عاوز اتحرك امشي ده اسمه gross movement عاوز اكتب ده اسمه fine movement في الحالتين انا كبيزة الجنغليا مش بانشيك المو芒مند ده خالص انا بس بشارك في المعرفة بالبستوري باجراوند انها بعرفت ايدك شكلها عامل ازاي ورغلك شكلها عامل ازاي وقعها تنفع في البلانينج على فكرة أن هي نفس الموضوع بظبط في البلانينج بس هنا أنا قصدي بالظبط أنك إزاي تتني إيدك بشكل معين وأنك هل أنت أصلا إيدك مجهزة للوضع ده ولا ثالث حاجة البروجرامز البروجرامز بتاعت الـ skilled movement زي أنك تركب عجلة ده skilled movement لأن رجلك اليمين تبدل وبعدين الشمال تنزل وراها في الكتابة تكتب حرف المين إزاي بالظبط ثم حرف الحاها مثلا ثم حرف الميم ده كل اسمه skilled movement الـ skilled movement دي بتفضل تتعلمها بصعوبة في شابتر عندك في الـ higher prime function اسمه learning هنعلم أحاولك إزاي بنتعلم الحاجة ثم أول ما تعلمت الحاجة البروجرام بتاع الحاجة ده بيكون متخزن في الـ basal ganglia فأول ما الـ basal ganglia اتشاغل البروجرام الفلاني تلاقي نفسك بتكتب بسهولة تلاقي نفسك بسهول عجلة بسهولة من غير تفكير بقى خلاص مشان يفضل نتعب في الموضوع ده فلو انت قلت لي دلوقتي اكتب اسمك بكل بسهولة بعمل كده مشان يفضل أفكر بقى والله إيه ده الميم كاب بتكتب ازاي كده استنى كده هفتكتب كده تقريبا طب كده لا الناس بقى اللي عندها الـ legion في الـ basal ganglia بيكون عندها حاجة اسمها apraxia apraxia قلت الكلمة دي قبل كده كانت فين؟ في الـ legion بتاع area 6 مين في area 6؟ supplementary motor area ولا pre-motor area؟ مين اللي الـ pre-motor area؟ مين اللي حصل في الـ legion بتاع النفس المطابسة لكن همين مين قوي؟ الـ pre-motor area دي اللي بتكون مسؤولة عن الـ program بتاعت الـ skilled movement هي والـ basal ganglia الـ programs اوكي؟ يعني ان انا اكون عارف ازاي بسوق العربية ازاي بركب العجلة ازاي بكتب كلمة معينة ازاي بعمل حاجة معقدة شوازة ان انا بربط الكوتي وبفكه ازاي بعمله اوكي؟ يعني الـ program بتاعه موجود بعمله بسولة اوكي؟ طيب بحاجة الـ barbot الكوتي بفكه دي اعاوز افكارك بحاجة ان انا لما بجربط الكوتي باربط الكوتي بإداية الـ 2 فباربط الكوتي بإداية الـ 2 اسمه bi-manual function وباي-manual function مين اللي بعتمد عليها supplementary motor area اللي هي الـ medial area بتاعي الـ medial board بتاع area 6 طيب اخر حاجة ان انا بعمل انهيبشن انهيبشن لمين؟ كبيزل جانجلي يعني الانهيبشن للانتاجونيستيك موسلز عن طريق الـ indirect pathway وانتبتك الـ indirect pathway كله ببيزل جانجلي بنبدأ كورتيكس سم استرهاتم سم جلوبة ده كله ايه بيزل جانجلي في حاجة تانية في موضوع الـ program ان انا بعمل ممكن يجي لك سؤال في الامتحان قولي ايه الـ function of بيزل جانجلي في الـ volant removed وده سؤال اوقع انهييجي جدا يعني هو مش بيقولك ايه الـ function بتاع البيزل جانجلي صعب صعب انهيقل لهم لك الستة كلهم تكتبه ممكن ايه ممكن بس صعب يعني هو الاكتر شيوعا ان هو يقولك ايه الـ functions بتاع الـ business in volant removed فانت خلاص بقى planning عن طريق الكودية اكتب الـ planning واكتب كلمتين كتا تحتية عن طريق كودية a circuit بوستر الـ background عن طريق بشارك في 5 movement to growth moment ان انا بحرفه ال background بالتلاع على السيربيل مخد بقى لك الـ البروجيزامز بتاع الـ skilled moment وقل له انا و اريا ستة ولو بوزت هصال فيها apraxia انهيبشن بتاع الانتاج الاستيك مصر عن طريق الـ indirect بس صعب خلاص كده خلصنو واحد اثنين ثلاثة اربعة خدت الدرج تم بتوعا تمام بعد كده انا بعمل حاجة اسمها automatic انا بس خايف التطاق automatic movement يعني ايه automatic movement حاجات انت بتعملها من غير ما تاخد بالك خالص من غير ما تكون ناوي تعملها زي وانت ماشي بتعمل swinging of your arms بتمشي تعطت مختركات تحرك في ايدك ثم خشيها بسعب الـ hypertonia without hyperflexia مهمة جدا وفي نفس الوقت بسعب ان automatic movement تبقيتش موجودة من تاني معي في موضوع automatic movement ده area 6 برضو تعاين الـ lower animals بيقولك function كده على جنب ان الـ lower animals بيعتبروا بيزل جانجلية هي الانشياتور بتاعة الـ voluntary movement من الانشياتور عندنا الـ voluntary movement لكن عند الـ lower animals زي الفيش الـ بيزل جانجلية بتكون انشياتور رجل الخامسة احنا بنساعد في الـ eye movement ونفرون تتقولها ازاي بنساعد في الـ eye movement انا قلت هيلك على جنب كركب مكتوبة هنا كده لوحدها عند فتحت عنوان connections مع brain stem طيب الـ connection مع brain stem اما بنزل على articular formation pointine وميدالري اكون inhibitory office التطريع على التون اما ابعت impulses من Substantia nigra reticularis لل superior colliculus اللي موجود في المدبر والSubstantia nigra reticularis بتطلع ايه جابة كل الجاب بروح عمل ايه على الـ بمنع السكّدك سكّدك eye movement سكّدك انا مازل سكّدك اي موين يعني ايه بمنع السكّدك اي موين انك تفضل عينك تروح وتيجي بسرعة انت عينك لو انت ميركز في حاجة بصّة خلص انا بصّت لك هوا تمام هالعيني بتروح تيجلع انا عيني بصّة لك هوا اوكي ده بسبب ايه بسبب الـ Inhibitory tone بتاع Substantia nigra reticularis اصلاً عندنا Inhibitory مين Substantia nigra reticularis زائد Inhibitor على مين على frontal eye cortex لو مين area 8 اكتب ده كله اكتب ايه Inhibitor على area 8 بتمنع area 8 انها تبدل تحرك العين يمين وشمال في السكّدك eye movement اللي هي ان عينك تتحرك بسرعة قوي طيب انت بتحتاج السكّدك eye movement ده اه بيقولك انك لما تحتاج تقرح حاجة بسرعة ماسك كتاب ولا ماسك حاجة سي انا ببص على صبورة كده بسرعة بس انا مش هترف تشوف عيني يعني بص كده على صبورة بسرعة وفضل يعني لوها بسرعة كامل يمين للشمال اتلا انا بسك بسرعة جداً بتحرك عين مثل تون مش عارف ايه بص عينك بتحرك بسرعة جداً تمام لما عينك تحرك بسرعة اسمها سكّدك eye movement بيستخدمها في قراءة الكتب فانا توني كالي يعني انا كده كده رايحة بانهيبتوري تون بتطلع الجابة على الـ بس لما كون عاوز اينشيات السكّدك eye movement عشانا انا فعلاً بقرأ حاجة معينة فانا بقى انهيبت السكّدك eye movement فانا لما بقى انهيبت الانهيبتوري فبقى اجزايتاتوري مين اللي بينهيبت الموضوع ده هو اريا ايت نفسها او الانيشياتي بتاع الولانتري movement ان انا اكون عاوز اعمل سكّدك eye movement برغبتي بقى انهيبت يبقى ايه الفانكشن بتاعتي على الـ بقى انهيبت السكّدك eye movement لكن وقت مع ابدأ اقرأ حاجة بقى انهيبت الايه الـ اخر حاجة الليمبك سيستم الليمبك سيستم هو المسؤول عن وبيقولك ان ده وظيفة مهمة للبيزل جانجليا لان عندها الدوبامينيرجيك فيبر في السبستانشانيجرا كومباكتة بتطلع دوبامين والدوبامين مسؤول عن المزاج المود والريورد سيستم كده كنت بقولك في شابتر السينابس غلط ان هو يقول على ابنيفرين هو الريورد بس هو بينفع يعني فعلا ابنيفرين ممكن يكون اسمع عن الريورد بس مين اكتر؟ الدوبامين طبعا الدوبامين هو اللي بيطلع وقت الريورد الريورد اللي هو المكافئة لما تعمل حاجة وتتبسط قوي فالانبساط بتاع الانجاز اللي انت عملته دوبامين الادمان بتاع اي حاجة في الحياة بسبب ان الحاجة دي بتبسطك عشان دوبامين بيطلع في وقت الحاجة دي عشان كده الادمان تاعي حاجة مشروط مخدرات انت متعود تعمل حاجة معينة الحاجة دي بقيت عادة عندك لما بتخلص الحاجة دي بيطلع دوبامين جاشف دوبامين فبتتبسط فبتحب تعمل الحاجة دي كل شوية عشان يطلع لك نفس جرعة الدوبامين فالدوبامين ده هرمون بيبسط البنيادمين وبيكون مسؤول عن الاموشنز عشان كده الناس اللي عندها اللي هي البركنسونيزم دائما بتلاقيهم قاعدين لوحدهم كده ومكتئبين وموضوع الواحش جدا عندهم تاني يعني بدماغك والله من الخيال كل اللي قلناه اول حاجة بنكون مسؤول على المسلطون انا اولوز انهيبيتر على المسلطون او او نيت افكت بتاعي انهيبيتر على المسلطون فالو حاصل فيها ليجين يكون عندي هايبرتونية بس المشكلة عندي انها بيحصل عندي هايبرتونية في الناحيتين عشان كده الولانتري موبينت ومسياتك فيه ازاي بوسترال باكجراوند بكون مسؤول على بروكزمز اوف سكيلد موبينت لو بازلت بسماء براكسي مع اريا ستة وانهيبيتشن اوف انتاجونيستك موسلز ده عن طريق ديكت باثوي الوطوماتيك مع اريا ستة اعمل وانا ماشي لور انيمالز بتستخدمها انا عندي برايماري مووتر اريا بتاعتي اريا 4 لكن هي عندهم برايماري مووتر اريا والعي موفمنت بييانهيبت السكاديك اي موفمنت بس انا لا اعوز اعمل ريدنج فانهيبت سبسانشن نجر اوتيكولارس فيانهيبت الانهيبتور يبيبقى بيبقى اجزايتاتوري للسكادة اي موفمنتها خالص واخر حاجة ان انا بشارك في في جملة عظيمة موجودة عندك الكتاب بيقولك ان انا من خلال الكلام ده انا ولا بإنشيات ولا بفينش يعني انا مش مش برايمير موتور ايدي بس انا مهم جدا في بتاع سواء اي بقى او اي حاجة عشان بشارك في التون وبشارك في البلانينج وبشارك في الانهيبشن اف انتاجونيستيك موسيلز بلاس انك هتداش تستغنع عني فلا ان انا مهم جدا في الامبك سيستم والناس فعلا من غير